موسيقى السلام عليكم أفاد رئيس اللجة الأمنية سيرت اسماعيل عبد العالي بمقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين في صفوف الكتيبة 166 بعد هجوم بالأسلحة المتوسطة شنه ما يعرف بتنظيم الدولة فجر اليوم وأكد عبد العالي لقناة ليبيا لكل الأحرار تراجع الكتيبة 166 إلى بوابة الخمسين غرب مدينة سيرت لإعادة تمركزها بعد سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على محطة الخليج للكهرباء لمدة محددة قبل انسحابه منها مشيرا إلى أن مقر المحطة ومثاقة الثلاثين لا تقع تحت سيطرة أي طرف وفي السياق نفسه قال عبد العالي أن طيران فجر ليبيا يشنه غارات على مواقع للتنظيم في منطقة الظهير كما أكد مصدر فضل عدم الكشف عن هويته أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية سيطر سباح اليوم على محطة الخليج البخارية لإنتاج الكهرباء بسيرت وأضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سيطرة التنظيم جاءت إثرى هجوم ليلة البارحة من عدة محاور على المحطة وهو الأمر الذي أجبر الكتيبة 166 على الانسحاب مؤكدا أن المحطة خالية من الموظفين بعد توقفها عن العمل منذ سهداف ناقلة الوقود أنوار إفريقيا الشهر الماضي وحمل المصدر السلطات مسؤولية ما يحدث في سيرت مشيرا إلى أن الحكومة تخلت عن دعم الكتيبة 166 بشكل مقصود حسب قوله وقد تمكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على عدد من المناطق بمدينة سيرت ومحيطها وهي النوفلية وهراوى ومطار وقاعدة الجردابية ومقر شركة النهر الصناعي بالمدينة ومنطقة السبعة ومحطة سيرت البخارية من جهته حمل المجلس البلد مصرات المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ والمجالس العسكرية في أغلب المدن المسؤولية المباشرة بشأن توسع نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد واصفا تعاملهم مع ما سماه بالتطرف بالبطيء وطالب بلدي مصرات في بيان له المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية مع أجهزة دولة لمساعدة الليبيين على مواجهة هذا الخطر من جهة أخرى اعتبر بلدي مصرات أن مشكلة ليبيا ليست مشكلة نازحين أو مشكلة المؤتمر الوطني والبرلمان أو غيرها بل الخطر الحقيقي يكمن في وجود التطرف والإرهاب أهلا بكم ومشاهدين نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة رئيس اللجنة الأمنية سيرت اسماعيل عبد العالي وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي وعبر الهاتف من طرابلس المحلل العسكري محمد النعاس أهلا بكم جميعا ضيوفنا وأبدأ معك سيد عبد العاطي ما الجديد لديكم الآن حول الأوضاع في المنطقة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أولا الآن بصراحة الوضع هادي شدا هما الآن لم يتمركزوا في الزخرية ولمنتمركز حتى في الوشكة كما تدورت الأخبار هم دخلوا البخارية وخرجوا منها يعني لم يبقوا فيها أكثر حتى من خمس دقائق يعني خرجوا منها أخذوا الصور وأعلنوا يعني تصريحاتهم بأنهم المنتمركزين في البخارية ولكنهم خرجوا منها الآن وضع هادي شدا يعني نعم سيد الفاضلي يعني ما تعليقك على سيطرة تنظيم الدولة على محطة الخليج البخارية لينتاج الكهرباء بسرد بسم الله الرحمن الرحيم أحييك سنو الدين وأشكر قناة الأحرار على هذه فرصة طيبة وأحيي مشاهديك الكرام أعتقدناه نصر عسكري مؤقت إعلامي لا يشكل أي خطر استراتيجي في المنطقة لكنني ربما يعني أثني على ضيفة الكريم بضرورة الإسراع بالدعم الكتيبة 166 ومحاولة إيقاف هذا التنظيم الذي فجأة ظهر بهذه القوة مما يخلق ظلال من الشك حول أصله ومن يدعمه ومن يتحالف معه ربما أيضا قوة خارجية وعناصر كثيرة من النظام السابق حسب تصريح أحمد جذاف الدم من القاهرة بأنه مع داعش إشارة إلى أعوان النظام السابق بالانضمام أو على الأقل للتعاون مع تنظيم سورت نقطة أخرى أخي الكريم أدعو أن يكون الإرهاب يحتل المشهد السياسي في ليبيا هذا خطر تعرضت له العراق والصومال ودول أخرى قبلنا ولم يخرجوا من هذا النفق حتى يومنا هذا الأولوية ليست كما ذكر الأستاذ عظم الضيفة الأولى والأستاذ باشاغة وما أدري يعني أخي الكريم احتلال الإرهاب لأولويات في ليبيا الأولوية في ليبيا يشكل خطر على الوطن من رمته الأولوية الآن للم الشمل لم شمل الثوار تحت قوة داعي مضاربة لحماية الوطن هذه هي الأولوية التي يجب أن تسبقنا وأن لا نشغل ما بقى من الثوار في هذه القضية أيضا نلاحظ أخرى أستاذ نوردين بعد إذنك أن هناك شبه استنزاف للقوة الثوار نعم الوطن على سبيل المثال هناك درنة بنغازي الوطن الجنوب وباري هناك في السرط عند العزيزية أخي الكريم القتال في كل مكان هناك عملية استنزاف مقصودة أو غير مقصودة للثوار ولذلك لابد من لم الشمل وتحديد أوليوات الثوار نعم واضح سيد الفاضلي لينتقل السيد نعاس سيدنا عساني كيف تقرأ سيطرة تنظيم الدولة اليوم على المحطة البخارية في السرط أحييك وأحيي بلوكك وكافة المشافين السرط بالنسبة لموضوع السرط هذا موضوع فيه بلبلة كثيرة جدا هذه المحطة يصير في فاضل هذه الثالث مرة تتعرف بالفجوم أول مرة كانت بوحدة طائرات نيجي 23 التابعة لحفظه المتمركزة في البجا هذه الأولى الثانية مجموعة متفتحة تابعة لحفظه وقاتلت حوالي 14 من العناصر الحراسة الموجودة هناك وأعلم أن قوات سادة عنه قامت بكذا وكذا هذه أعلنت موجودة المحطة في فيديوهات كذا ما تستحس المرحل الثالثة قام طيران حفتر بضربة ناقلة أنوار طرابولت التي تريد في هذه المحطة بما تحتاجه من الغاز هذا التسلس الموجود وإلا لا نعم ولكن هنا ودى نسألك سيدنا عسون أتحدث عن تمدد تنظيم الدولة الإسلامية يعني جغرافيا أصبح يمتذ أكثر سيد نعاس سيد نعاس في الرأي العام الليبي للاعتقاد أن هناك صراع كبير وضخم عائدة تنظيم الدولة تنظيم الدولة موجودة لكن التنظيم الخسير الذي يقتل الليبيين ويدمر وقتل 6 ألاف وجرح أكثر 6 ألاف مدينة بغازي ودمر نصف مدينة بغازي هو حفتر هذا هو الإرهاب الخطير الذي هو أخطر من تنظيم الدولة في الليبيا لابد من القضاء عليه أول ليتضرغ الهديوني من خصوم التنظيم الدولة نعم سيد عبد العالي هذه السيطرة جاءت نتيجة انسحاب الكتيبة 166 بعد أن تم الهجوم من التنظيم في عدة محاور لماذا سحبت الكتيبة من تمركزاتها يا أخي الكتيبة انسحابت من الرجوم المباشرة حدثها وهذه الكتيبة يعني شوفي يا أخي انت الكتيبة 166 لها ثلاثة شهور بتكليف من رئيس المواصل من الرئيس المواصل لم تدعم دعم حكومي إطلاقه لا من أفراد الحرب على هذا التنظيم ليس على الكتيبة 166 فقط الحرب على الطيام حرب الليبيين بالكامل نحن طلبنا من جميع التوار في ليبيا من جنوبها لشرطها لغرضها أن يتعدوا ويقاوموا ويجيوا يعني دعم للكتيبة 166 أنا طلب الكتيبة 166 كانت أشهور يعني وأفرادها النصف انسحب والنصف بقع بدون دعم حكومي هذا يعني ضروري الكتيبة ما تتحملش يعني عندها الدعم النوجستي والدعم الكافي عشانت تصدني مجموعات يعني حتى 200 شخص يشكلوا رعب للأشياء يعني يعني هجوم مضاغط ما فيش تعداد ما فيش يعني كيف نقولك استطلاع ما فيش طيران استطلاع ما فيش دعم حكومي كتيبة يعني على كم سيطر يعني مدينة سيرف في تحريرها في الأشياء يعني كان مرابطين عليها التوار من من ست محاور يعني سبعة كيلو متل مربع المدينة ست مداخل فيها المدينة المدينة يعني محاطة بمزارة وحوائز يعني مفتوحة مجالات مفتوحة المجموعة هذه مدعفاش من تقل إنت فكيف الكتيبة مية السلسطين أفرادها يعني يعني الكتيبة مع تحييات مع نحييات المساول على رابطهم الشباب على ترابطهم مع هذا ما فيش دعم كافي من الحكومة يعني يا أخي كانت أشهور الآن من طارب من المؤتمر المؤتمر يقول رئيس روزراء رئيس روزراء يحاولنا على المؤتمر ما فيش فلوس ما فيش تقليف هم كتيبة مية السلسطين باقتحاب مدينة السلسطين ومحاربة هذه التنظيم التنظيم لا يتجاوز عمد 500 شقص اللي من خارج اللي من يامن واللي من مصر اللي من يامن واللي من السودان واللي من أفغانستان هذه الما لا يكون 550 شقص نعم سيد عبد العالي سأعود إلى هذه النقطة بالذات معك في سياق هذه الحلقة فقط لينتقل إلى ضيفي السيد الفاضلي هل هناك دلالات سياسية لتمدد التنظيم بهذه السرعة أخي الكريم أظن أن تمدد التنظيم بهذه السرعة وراه ما وراه من من تحالفات مشبوهة لها غرض آخر لا تؤيد التنظيم أصلا لا تؤيد الخلافة ولا تؤيد التنظيم اختيار ليبيا أصلا للتنظيم اختيار التنظيم لليبيا أصلا خطأ استراتيجي لن يكتب له النجاح على الإطلاق الدول الجوار حول ليبيا جميعها ترفض التنظيم ثم من البحر أوروبا يعني التنظيم فاشل من الآن حتى لو حقق انتصارات إعلامية سياسية أو حقق هزة أمنية في ليبيا وما إليه لكن هناك أطراف ربما فرنسا أيضا تستعمل هذا التنظيم لزعزعة الاستقرار لإيجاد مدخل للتدخل وأيضا أحد ضيوفك الكرام أشار على نريد أن يدعمنا دول الجوار ونريد أن تدعمنا الاتحاد الأوروبي لتساعدنا لأن المؤتمر لم يساعدنا هذا الخطأ أيضا استراتيجي يبحث عنه تبحث عنه دول كثيرة لكن أيضا لا يعني لا يعني أن الكتيبة 166 لا تحتاج إلى الدعم والدعم الفوري والدعم الكافي لإيقاف انتشار هذا التنظيم دعينا أيضا إلى نفس النقطة عندما بادات عملية الكرامة دعينا إلى تكاتف الثوار وإيقاف هذه العملية قبل أن تنتشر وتستفعل في ليبيا كما يحدث الآن لكن من جانب آخر من جانب آخر هل المؤتمر لا يدعم كتيبة 160 قصدا لا لا أظن ذلك قصور خطأ وما إليه ربما لكن قصدا من المستحيل لأنه ضد مصلحة التنظيم نعم من جانب آخر أستاذي نور الدين من جانب آخر حتى لو رأيت عملية الكرامة مستنزفة قوة كثيرة من الثوار جيش القبائل مستنزف قوة أخرى من الثوار الصراع في الأزيزية الصراع في الوطية الصراع في بنغازي هؤلاء الناس شغلين الثوار في قتال آخر نعم واضح وصلت هذه الفكرة سيد الفاضلي وصلت هذه الفكرة سيد النعاس من الناحية العسكرية كيف تعلق على انسحاب الكتيبة 166 من سرد نعم سيد النعاس هل أنت في الاستماع؟ سأعوذ إذن لسيد محمد النعاس المحلل العسكري في سياق هذه الحلقة ولكن أنتقل إليك سيد عبد العال إذا كان المؤتمر لم يقدم الدعم لماذا لم يتم دخول سرد من الأيام الأولى لتكليف المؤتمر ودخلت الكتيبة في مفاوضات دون أن تستشير المؤتمر الوطني هنا ولم تواجه الجماعات وسمحت لهم بترتيب أنفسها خلال هذه المدة أخي نفسكين التنظيم في المدة السابقة كان تواجد متحص من آخر المدينة لم يخرج من المدينة لم يخرج من المدينة هو متحص نفسك من المدينة حتى لما تم القصفة بالطيران تم قصفة في مواقعه داخل مدينة ولكن لم يخرج يعني هي العملية هى ما خرجش من سلة بكر داخل مدينة متحصن فتحصن هو داخل الاحياة السكنية الداخل المدينة أخر أخر من اقتعاد المدينة وأجل العسل نعم يعني إبا أخر الحسم هو تمركز هذه القوات داخل المدن داخل المدينة عدنا داخل مدينة سرط أكيد لكن أنا بلاحظ ربنا السيد محمد النعاس لأن حسن يدعي هو أن حارف الأرهاب في سرط وأن هو يدعي أن حارف الأرهاب هو يقصف الكتيبة 160 في موقعها في خزان النهر يقصف الكتيبة 160 وتارك الأوكار متاع التنظيم في المدينة لم يقصفه حتى مزال شورة مقزار يقصف المدينة في الكتيبة 160 ويدعي أنه يقاتل في الإرهاب أي إرهاب يقاتل فيه هو إرهاب كتيبة 160 أو إرهاب تنظيم البولة نعم سيد الفاضل أو أعود للسيد نعاس سيد نعاس نعم هل تنسحب قوة من مراكزها وأمام العدو بحجة أن الحكومة لم تقدم الدعم هذا شيء طبيعي لأن القوة إذا لم تدعم دعم الجسد ولم تدعم بالسلاح والمؤن قصف المدرس يتمركز وأن قصف المكان لابد من تغيير قوات لابد من أعطاها الجزاء حتى بالخوة الليبانية هذه إذن كتيبة من السلسين لكنها ليست كتيبة منظمة تقاتل وفقا لما هو معروف الأولم العسكية هؤلاء شباب أبطال يكونوا دفاع لي بخطي كلماتك والسلطة السياسية ضعيفة ولا تخطط معهم ليست ليست سلطة مؤهلة لإدارة الحرب نحن ما نعرفه هو الحرب بلت السياسة فالعسكري تابع للسياسي هؤلاء لم يكون رؤية ولذلك فإن أبناءنا يعرضونها فصل الخطر دون دعم يعني واقعي علمي استراتيجي مدروس من القيادة السياسية بالإضافة لذلك أننا نقول أن هناك خطر دفاع هناك خطر كان وينسبونها للقوات إليها وهذا نحن نعلم به لأنه هذا النفس الذي نستهيه حاطئ لأن من ناحية العلمية العسكرية غير قائمة كل الفيصل حقيقة هو في أرواح وفي قلوب هؤلاء الشباب ومنهم الضابط المحتم لا يجلب فيه فنحن نحييه وأخوانا ولكن بالطريقة هذه هذا إذا تنهبت سعلا أن هؤلاء المقاتلين هما من قنطيم الدولة قنطيم الدولة هذا أفراد يجربون تدريب رقي وعنى المتفجرات على الاستخدام العقوات الناس facets trapped sentences وعلى أمريات السحرية وهذا في حال الخفيفة والخصصة التقيلة فأنت لازم تقابلهم بقوة أكبر لازم عندك إليكوتر إليكوتر اكتحامية لازم عندك قوات خاصة مضرب الاكتحام معاقلهم هؤلاء الشباب اللي وعدهم يلقصون ذلك هذه الحقيقة فلابد على السلطة السياسية أن تدرك هذا بطريقة جادة ولو تسعين بخارجية مثلا أما يبعد أولادنا يضحوا بطريقة هذه هذا كلام سيد عبد العالي ما هي نقاط الضعف أو الخلل في الكتيبة المكلف بتأمين مدينة سرد يا أخي نور الدين الانتحاب لا يعني خسارة المعركة ولا يعني ولا يعني بس عاد التمركز وعاد الترتيب الصفوف لا يعني خسارة المعركة نظن الانتحاب من خلال تخص المعركة المعركة مازال المعركة مازال يعني في البداية لم تنتهي المعركة ذا لكن لم تنتهي نقاط الضعف الشباب ما شاء الله عليهم يعني قائمين بالله في بؤثن 20 أكثر من 4 شهور يعني بدون دعم لوجستي حتى كاشف ألغام حتى جهاز كاشف ألغام ما عندهمش السيارات تدخل عليهم أكثر من مرة تتفجر السيارة على الثقاف الكتيبة ما فيش دعم لوجستي ولا دعم معنوي للشباب ما قلتكش أنه عندهم ضعف الشباب يقوا دعم لوجستي دعم حتى دخينة ما أعجبوا لهمش يعني كيف تبعهم يقاموا ما أكتبش مضاعف يعني تفجر كتيبة لكن هذه حرب ديبيين كلهم ليش ما يجوش أخواتنا التوار من الغرب جاء الغربية ما ينضموش للمعركة هذه هذا جايهم حانا في سيرت بوكرا يجيهم في في سبراتة بعد يا أخي الهلال النفطي الآن مهدد هم الآن في بنجواد بنجواد لا تبعد عن الهلال نفطي أكثر من 100 كيلو متل مربع أنا متأكد أيام قليلة وحيستولوا حتى عهلال نفطي حيكونوا في البريدة وزوكين إن لم يتدارك المؤتمر الوطني والحكومة وتوار ديبي الشرفاء هذا القطر نعم نعم سيد الفاضلي يعني ما المخاطر التي قد ترافق التساهل والسماح للتنظيم بكسب مساحات كبيرة وهامة أخي الكريم كما حدث مع عملية الكرامة طبعا عملية الكرامة الآن اتضحت نتائجها عملية تنظيم الدولة ستكون أسوأ يعني أنا أصلا لا أدري حقيقة هذا التنظيم لا رؤية سياسية له ولا له خارض الطريق القضية مجرد القتل والتبجير والإحتلال المناطق لن يرضى بهذا التنظيم أحد أنا لن أتدخل في فكره وماذا يريد أن يؤصل في الوطن حكم إسلامي أو خلافه هذه قضية ليست الحوار لكن الوسيلة والأداء مؤكد ستدخل الوطن في مستنقع أسوأ مما نحن فيه سيد الكريم بصرف نظر الإسلام لا ينشر بهذه الطريقة الإسلام ينشر بالحكم الأمني السلمي الدعوة السلام الأمن الحوار الثقافة الندوة الفكر هذا هو الإسلام أما أن تدخل وتفجر وتحارب وتقتل دون خارطة سياسية دون رؤية مدنية وأنت محاط بالعالم كل ضدك في دولة أضف إلى كل ذلك أننا نحن دولة أصلاً في صراع وفي أزمات وفي نفق نحاول الخروج منه بلد اضطهد لمدة أربعين سنة وبلد الآن في الدماء والصراعات أربع سنوات آخر ما نحتاج إليه هو تنظيم آخر يزيد المشهد تشويه مهما كانت نواياه لا يهمني ما هي نواياك ولا خلافتك ولا ارتباطك بالخلافة ولا بالإسلام يهمني كيف كيف تفرض أراءك على الأرض بالقتال بالاحتلال بالدم بالتفجيرات لا نريدك حقيقة ولا يريدك الشعب الليبي بأكمله أنا أؤكد لك يا أخي الكريم اذهب وابحث عن مكان آخر نحن شعب نحاول أن نلمشم لبعضنا البعض نحاول أن نضمت جراحات نعم نعم سيد الفاضي وصلت هذه الفكرة من أجل الأجيال القادمة نعم سيد عبد العالي الصور التي نشرها التنظيم تظهر أعدادا قليلة يعني من هؤلاء المقاتلين المنتمين لتنظيم الدولة وحتى غير مسلحين بأسلحة متطورة ما هي الحلقة المفقودة التي لم يتم توضيحها حتى الهام بهذا الخصوص الله يا أخي التنظيم هو غير اسم يعني كمعناه فاسم كبيرين حجمة والله لا يملكوا عدد أفراد ولا يملكوا عتاد يعني لو أنه بس يتدارك الموضوع وينضموا ويدعموا الكتيبة منه السستين وينضموا توار الحرار الشرفان لدعم كتيبة من السستين ويتموا حاصرة المدينة يعني والله ومتعكد لا يستغرق هذا الأمر أكثر حتى من أسبوع لو تكاسبت الجهود وتوحد الصف لكن مش يعني انسحاب أو إن انسحاب كتيبة من السستين قوة في التنظيم والله لا هم حتى التمركز في المكان لم يتمركزوا يعني دخلوا وخرجوا يعني الآن هم داخل سرطة الآن المغرب داخل سرطة لا يخرجونه من سرط مقب بالمغرب أداء المغرب تجيما داخل مدينة سرط لا يخرجوش يخرجوش فقط في النهار لكن في اليوم يخرجو داخل المدينة معنى هذا شني معنى هذا معنى عندهم ضئف ثم إذا كان إذا كان إذا كان التغارق الجهود وتوحد الصف وتمت التوار أنا متأكد حيتم اقتحان مدينة لا تستغرق سبوع مع هذا التنظيم قلت لك هو العدد القيادين لا يجيزون 300 فخص بس نضغولهم من داخل قبالي سرط للأسف الشديد وأن نوجه نداء لقبالي سرط لقبالي سرط وحكمائها وقالها أن يسحبوا أبنائهم أن يسحبوا أبنائهم ونضموا لهذا التنظيم أنا والله أكثر من مرة نداء لحكماء وقبالي سرط المجيب سرط أن يسحبوا أبنائهم من هذا التنظيم نعم سيد الفاظلي أنا أود ناس لك هل التنظيم حاضنة في مدينة سيرت هل هناك من يؤيد التنظيم داخل مدينة سيرت لا شك بذلك سيد الكريم لا شك بذلك لا يعني الإيمان بمبادئ وقيم التنظيم وطروحاته لا يعني ذلك على إطلاق لكنه يعني رد فعل لقيام ليبيا جديدة لأن هناك الصراع في ليبيا سيد الكريم واضح جدا الآن مع هذا أنه هو صراع بين مرة أخرى أعذرني للتكرار دائما أكرر هذه الجملة بين من يريد أن يبني بناء ليبيا جديدة ليبيا أمن سلام وأمان وتبادل سلطة سلمية ودولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان وبين من يريد إعادتنا إلى سيناريو النظام السابق أو جزء من النظام السابق هؤلاء الناس الذين يريدون هذه الكتلة التي تريد إعادة النظام السابق يا سيد الكريم تتشبث بكائن من كان تنظيم داعش مجرمين الهجرة غير الشرعية تستخدم كل ما تستطيع في عرقلة بناء الدولة الجديدة ولذلك عودة إلى سؤالك نعم يا أخي الكريم له أعوان بالتأكيد المعلومات واللجستيك والمال وإلا ما قامت له قائمة بهذه الصرعة أيضا أثني هؤلاء الناس يا أخي الكريم لا يدعمون التنظيم إيمانا مرة أخرى بقيم التنظيم ولا أعتقد أن التنظيم مخدوع فيهم أيضا لكنهم بشكل الأمر آخر هناك تناقض كبير بين قيم التنظيم وقيم أعوان النظام السابق إحداهما يلعن الإسلام والإسلاميين والآخر يفترض أنه سيقيم الخلافة ولذلك هذا التحالف المشبوه الغريب لا بد أن هناك مصالح مشتركة كما في إيقاف دولة الثوار هناك أيضا قوة خارجية وواضح وصلت هذه الفكرة سيد الفادلي سيد عبد العالي في نقاط ما الواجب وما هي طريقة التحرك الآن لإخراج التنظيم من المنطقة عندنا نعم يدعم كتيبة 160 من الكتائب والثوار ليبيا كلها يعني من ليبيا كلها شرقها وغربها يتواحد الصف يتواحد الكلمة ودعم كتيبة 160 وتم محافظتها والله يا أخي نور الدين أنا لو نعود بك بمنظر صرت حين حوصرت أيام القداسي موجود فيها يعني لو كان الآن هذا المشهد موجود في صرت والله لا استغرق أكثر من ثلاثة أيام أنا نقول الكلام هذا وأنا نتأكد منه لأنني عارف شنو شنو هو التنظيم اللي موجود شنو المجموعة اللي موجودة لأخذ صرت هذه عارف شنو هي المجموعة والله لو أنه تسكر منافذ صرت وتم محاصرة صرت والله لا يستغرق الموضوع نعم يعني ثلاثة أيام نستغرق الموضوع نعم أخي عبد العالي عذرا فقط لديق الوقت لينتقل بسؤال ختامي مع ضيوف الآخرين سيد عبد العالي سيد نعاس يعني عسكريا كيف يمكن التصدي لتهديد تنظيم الدولة في المنطقة أم أننا سنبدأ متابعة توسع التنظيم داخل مدن أخرى أو مدينة بعد أخرى والله يا عزيز أنا قاعد أننا نكون واقعين في بلبلة وتعني جوائل عام عن حقيقة في الأمر هناك معلومات سخبرية تقول هناك كثيرة متواجدة في منطقة مدينة في العجيات وشكتوق عندها مجموعة للأليات والسيارات مكتوبة علىها نفس الشحار يحمل في تنظيم الحلقة لله وصلت هذه الفكرة سيد نعاس عدرا فقط لأننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج خبر وبعد أشكركم ضيوفنا في هذه الحلقة كان معنا عبر الهاتف من مصرات رئيس اللجنة الأمنية سيرت وعبر الأقمار إسماعيل عبد العالي وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي ومن طرابلس أيضا ولكن عبر الهاتف المحلل العسكري محمد النعاس شكرا لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي أنا نوردين صابر دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة